زين وصلنا لل OSL Parallax Shaders شنو هاي الماتيريارز مثل ماذا تشوفون هنا عدي مثلا واجه مع المحلات فاني احتاج هذا الانتيريار مع المحلات يكون مبين كأنه 3D بنفس الوقت اريده يكون بصورة خفيفة لهالسبب اكون ماتيريارز اخليها على مجرد سطح فينطيني هذا التأثير مع الـ 3D يعني اللي بداخله احنا ما مشتغلين الآن الـ 3D مجرد هو سطح عالية متيرير بس هو ينطي التأثير مال الـ 3D كل يش مفيد بالشغل خاصة اذا تعدكم مثلا ده صممون محلات او قدكم عمارة عالية وتدون تبينون بها الانتيرير بصورة واقعية وبنفس الوقت تبقي الشغل خفيف فاستعمال هاي الماتيريارز هي اسهل طريقة حتى نحصل بها هذا التأثير زين بالعادة هي هاي تتطلب الماتيريار انه تشتغلوها انتو من الصفر يعني تحصلون المابس وبعدين يجبون تسوي الماتيريار المعالتها الخاصة مع الـ OSL وكذا بينما اللي بالدرايف هتحصلوا انتو مضبطها يعني لكم كلها يعني مشتغلها فانتو مجرد تطبقوها تطلعتكم هذا التأثير خلنا نشوف هاي الساب الدرايف ما ننخليها نوح على الـ Project Manager ونروح منها على الماتيريارز نختار PBR Materials طبعا انا نسويها للكورونا و للـ V-Ray نفس المكتبات تمام رح نشرح الـ V-Ray نيجي هنا على Parallax دوس على اكليك رح تنفتح عندي القائمة مع الـ Parallax Materials هنا بالـ Project Manager حتى اكبر هاي الواجهة مالتها اقدر ادوس هنا اكليك بعدين ادوس هذا الجوة فشوي ينطيني مساحة خاصة اذا اشتغل على الشاشة مع اللابتوب زين اهنا مثل ما تشوفون عندنا اكون لها نوعين يعني نهاري و ليلي تمام؟ حسب انت المشهد تشتغل عليه استعمل الماتيرز كل ماب بها شكلين نهاري و ليلي زين حتى تطبقها كل اللي عليك تسويه هو انت تسحبه واضيفه للـ Plane اللي انت عندك معلكم بس شكلها ده يطلع مقلوب برانده يطلع مضبوط تمام؟ كلهن بنفس الشكل واذا تلاحظون كل واحدة مكتوبة يعني هاي ما الهوم ما المنازل تستعملون هاي اكو ما الوفيس هاي مثلا ما المكاتب بذا ده تشتغلون بنايات عالية شوكيس معارض هاي المحلات تخلنوها وهكذا تمام؟ وخلص ها هي كل ما يحتاج سايحنا عدي ما اشهد هذا بلين عادي ومخلي كاميرا نحن نطيل ندرسها فعل الـ IPR هذا السابر اللي رندر نحرك مثلا حركت الكاميرا من متروح تحرك الكاميرا حيطلعها بين التأثير مالته هو 3D تمام؟ ما هي باختصار هذا هو تأثير الـ Parallax Materials ورز الوشن مالته حلو حتى إذا تكون قريب عليها حتبين التفاصيل مالته واضحة مع المشهد مع الانتيرير نجرب واحدة ثانية مثلا هاي الشوكيس قلنا عليها خلينا نسحبها ونخليها مات على البلاين طلعت عدنا بهذا الشكل ففد يعني فد شي كلش يفيد بالشور ويسهل بنفس الوقت خفيف بالـ Render وما راح يثقل لي المشروع بأي شكل لان هيو مجرد البلاين وعليه ماتيرير زين بالـ Derive تعودكم تحصلون هذا الشي على شكلين اما مثل ما انساني وضحت ماتيرير وأطبقها مباشرة وعندنا collection شبير مع الماتيريرز أو على شكل مشهد كامل شون هاي شكل المشهد هنوقف الـ Render خلينا نكبر Project Manager نروح على موديلز تمام راح نلقى هنا بقائمة الموديلز همات عدنا مكتبة فولدر اسمه Parallax تمام؟ بمشهد يحتوي على مجموعة كبيرة من الماتيريرز مع الـ Parallax بصيغة اكو V-Ray وأكو Corona عندها تمام؟ هنكبر راح يتشي فاني اش سوي راح افتح المشهد تمام؟ يعني بدل ما اني راح اسحبه او انزله لاني راح افتحها للمشهد بشكل مباشر راح اختار مع الـ V-Ray مثلا تمام؟ وادوس Right Click Open with Associated Application تمام؟ حتى يفتح ليها كمشهد هنا عدى يقول لي Open Current احنطيع Open Current ما رد اسايف هذا مو مشكلة راح نطيع Don't Save وهسا فتح لي المشهد هذا هو المشهد اللي عندي بي الماتيريالز كاملة تمام؟ راح نطيع render مثل ماذا نشوفون طرعت عندي انه واجه مع المحلات وموجودة هاي الماتيريالز سوي لها مطبقية على بعض الشبابيك فاني اقدر بسهولة يعني امسح هذا المشهد بعد يعني من جبته هنا بعد امسح الشغلات اللي ما اريد مثلا واجهت المحلات ومنها من الماتيريالز افتح الماتير اديتور راح ألقى الماتيريالز هم مطبقيني اياها هنا كل هاي متقسمات على اي دي فمثلا كل ماتير بي 15 اي دي فكل اللي علي اسوي هو انه احط اي ديات مختلفة للشبابيك الموجودة عندي واطبق الماتير مرة واحدة فتجيني 15 اي دي مختلفة لكل ماتيريال تمام؟ فيطلع عندي بالشكل هذا اللي شفنا قد شوي برندر انسان عندي هذا الشكل وعندي مشهد ثاني همات احنا ارجع للبوجيك مانيجر راح افتح المشهد هاذه تمام؟ همات ادو سايت كليك حتى يفتح لي المشهد فتح ليها بهذا الشكل اروح على اختار المسار اللي حددنا وانطيري لينك حتى يربط لي الماتيريالز او المابات اللي نقص عندي بالمشهد اوكي فتح ليها هن هنا طبعا اكو بعد كم هذا بس انني مو مهمات يعني مو موجودات بالمشهد اللي عندي زين بعدها راح انطيه تيست رندر بدأت تظهر عندي بالتيست رندر انه المابس كلها جاية تمام؟ طبعا هذا مشهد السابدون اضاءة بدون اي شيء هذا الديفولت راح ألقى كل المابس او الماتيريالز كل هن موجودات بالماتيرير اديتر نفس الشكل همات متقسمات على الايديات كل الماتير بي 15 ايدي ايدي فأقدر طبقين مباشرة على السطح زين هاي بالنسبة لل الـ بصورة عامة نصحكم ما تستعملون المشاهد تستعملون الماتيريالز باعتبار التوتنا هتحصلون تحكم اسهل يعني بالشكل اللي تريدوه كل كل بوليغون او كل بلين هتخلون عليه شيء خاص مختلف يتلاقم اكثر ويا المشهد هذا اسهل مما انه تجيبون هذا المشهد الجاهز يعني تستعملوه اسهل ما تجيبون هذا وتجون تستعملوه كده بس يعني بالنهاية اوكي وهذا هو كل ما يخص الـ